اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان هذه الرحلات تشمل تسع رحلات جد القاهرة وخمس رحلات المدينة القاهرة منوهة بان هذه الرحلات من اجل عودة حجاج بعثة وزارات الداخلية الطيران المدني السياحة والاثار والترانزيت وحج الاجانب والافراد وتأشيرة العمل استنفى طلاب الثانوية العامة بالمحافظات الجمهورية اليوم لامتحانات عقب اجازة عيد الاطحى المبارك بمادتين الفيزياء والتاريخ وتغضع جميع اللجان للاجراءات الاحترازية والوقائية بجانب الاجراءات الامنية اضافة الى تطبيق تبجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة بديوان عام المدريات التعليمية تتابع لحظة بلحظة غرف عمليات المدن والتنصيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة اكد وزير المالية دكتور محمد معيت انه تم الافراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة اشهر الماضية واضف الوزير ان الاولوية في الافراج الجمركي للسلع الاساسية ومكونات التصنيع الغذائي والادوية ومستلزمات الانتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الانتاج بكامل طاقاتها واتلبيت احتلاجات المواطنين بتوفير كل السلع الاساسية بالاسواق المحلية واشارها الى حرس الوزارة على دعم جهود تأمين المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الاساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على قدم الكميات المعروضة بالاسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الاسعار اجرى وزير الشباب ورياضة دكتور الشف صبحي اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الأولمبي للتهنئة بفوز المنتخب على نظيره الجابوني بهدفين نظيفين والتصدره المجموعة وصعوده لنصف نهائي أمم أفريقيا وقلال الاتصال الهاتفي قدم وزير الشباب ورياضة تهنئة لبعثة منتقبنا الأولمبي وطالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأولمبي في مباراته القادمة أمام منتخب غينيا والتأهل لأولمبياد باريس الفين أربعة وعشرين يوجه فريق النادي الأهلي لكرة القدم نظيره فيوتر في ثامنة ونصف مساء على أرضية استرد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين والمؤجلة من عمر مصابقة الدور الممتاز ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد ثمان وستين نقطة حصدها في ست وعشرين مباراة بينما يحتل فيوتر المركز الثالث في جدول دوري برصيد سبع وخمسين نقطة حصدها من إحدى وثلاثين مباراة اشتركوا في القناة